تحياتي طلاب الصف السابع في درس لغة عربية جديد وهو بعنوان رحلة في ربوع الوطن هي للشاعر بدوي الجبل بدوي الجبل هو لقب لشاعر عربي سوري ولد في قرية ديفا في محافظة اللازقية ولذلك بدأ رحلته من شواطئ اللازقية التي ولد ونشأ فيها ويدعو لها ولجبالها الشامخة بالسقيا والهناء ويتابع ليعطر تراب حلب ثم يلقي التحية لحماء ويبشر حمص بالخير من غير أن ينسى حوران ولم يفرق خيره فيها بين غني وفقير وكانت آخر محطاته في أرض الجزيرة حيث زخات مطر تتلوها زخات إنه المطر المبارك على أرض مباركة لشعب يحب الخير ويعيش به وقال في هذه الأبيات رحلة في ربوع الوطن سقى الله عند اللازقية شاطئا مراحا لأحلامي ومغنا وملعبا وأرضى ذرة طود الأشم فطالما تحدى وسام كل نجم وأتعبا وجاد ثرى الشهباء عطرا كأنه على القبر من قلبي أريق وذوبا وحيا فلم يخطئ حماة غمامه وزفى لحمص العيش ريان طيبا نعيد القراءة سقى الله عند اللازقية شاطئا مراحا لأحلامي ومغنا وملعبا وأرضى ذرة طود الأشم فطالما تحدى وسام كل نجم وأتعبا وجاد ثرى الشهباء عطرا كأنه على القبر من قلبي أريق وذوبا وحيا فلم يخطئ حماة غمامه وزفى لحمص العيش ريان طيبا نلاحظ في البيت الأول يقول الشعر سقى الله عند اللازقية شاطئا مراحا لأحلامي ومغنا وملعبا معنى كلمة مراح هو المكان الذي يروح إليه القوم أما مغنا فمعناها مكان الإقامة يقول الشعر في هذه الأبيات أرسل الله هذه الغيوم لتروي شاطئا اللاذقية الذي هو مكان إقامتي وملعب طفولتي أما في البيت الثاني وأرضى ذرة طود الأشم فطالما تحدى وسام كل نجم وأتعبا ذرة هي الجبال الطود هي العالية أما سامة هي معناها نافسة يقول في هذه الأبيات لقد أصاب هذا الغيس قمم جبال اللاذقية الشامخة المرتفعة التي لطالما نافست النجوم في العلو والمكانة الرفيعة في البيت الثالث وجاد ثرى الشهباء عطرا كأنه على القبر من قلبي أريقا وذوبا معنى الشهباء هو اللقب لمدينة حلب الشهباء وذلك بسبب بياض حجارتها أما القبر فهو قبر صديق الشاعر هو سعد الله الجابري وهو شخص بارز من أشخاص الثورة في مدينة حلب ومن أغنياء مدينة حلب أريقا معناها صبة يقول الشاعر إذن في هذه الأبيات وكذلك أيضا كما أصابت الغيوم والغيث اللاذقية أيضا أصاب تراب حلب الشهباء وفاح منها العطر فتذكرت صديقي صعد الله فتمنيت أن أسقي قبره بدماء قلبي وحيا فلم يخطئ حمات غمامه وزف لحمص العيش ريان طيبة نلاحظ الشاعر انتقل الآن إلى مدينة حما معنى غمامه هي السحابة وزف نقل بسرعة وريان هي الشخص المرتوي يقول في هذا البيت وكما جاد الغيس على حلب وشواطئ اللاذقية أيضا يمتمر السحب فوق مدينة حما وتنتقل بسرعة إلى أراضي حمص لتروي أرضها وتبهج أهلها أما عن فكرة هذه الأبيات فهي رحلة في أراضي سوريا أما المشاعر فالشعور الغالب في هذه الأبيات هو حب الأهل والوطن نجل الآن بعض التطبيقات على الأبيات بيّن معنى الفعل رد فيما يأتي رد الرياح الهوجة أحنا من الصبا ورد التحية بأحسن منها معنى كلمة رد الرياح الهوجة أحنا من الصبا هي جعلة ورد التحية بأحسن منها معنى كلمة رد أعادة وقابلة اذكر ضد الكلمات الآتية ريان حنونا خلبا ريان ضدها هي ضمآن وحنونا قاسيا خلبا حقيقيا نرجل الآن بعض التطبيقات الإعرابي سقى الله عند اللاذقية شاطئا مراحا لأحلامي ومغنى وملعبة الفعل سقى سقى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الله اسم الجلالة فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخره عند مفعول فيه زرف مكان منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره ودائما يأتي بعدها مضاف إليه إذن اللاذقية مضاف إليه مجرور على متجره الكسر الظاهرة على آخره أما شاطئا فهي مفعول به للفعل سقى منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره ومراحا هي صفة لشاطئا صفة منصوبة على متنصبها الفتحة الظاهرة على آخرها وأرضى ذرة الطودي الطودي هي مضاف إليه مجرور على متجره الكسرة الظاهرة على آخره تحدى وسام كل نجم وأتعبى كل مفعول به منصوب للفعل تحدى مفعول به منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره وجادة ثرى الشهباء عطرا وجادة ثرى فاعل للفعل جادة مرفوعة علامة رفعه الضم المقدرة على الألف منعم الظهورية التعذر أما عطرا فهي مفعول به للفعل جادة منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره وحيا فلم يخطئ لم لم حرب جازم يخطئ فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون الظاهرة على آخره وزفة لحمصة لحمصة اللام حرب جر حمصة اسم مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف العيشة ريانة إعراب كلمة ريان هي حال منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره ترجمة نانسي قنقر